هل دول بس هم المصادر الغذائية يعني اللي متوفر فيها الزنك الإجابة لأ ودي من رحمة من علامات رحمة ربنا سبحانه وتعالى بينا الكبيرة جدا لأنه كل ما كانت فكروا كده هتلاقوا أن كل يعني إحنا لما في العلم كده بنعد ندرس الحاجات دي ونطلعها كده عشان نقولها لحضراتكم سبحانك يا رب كل ما كان العنصر العنصر ده مهم للجسم خلوا بالكم كل ما كان مهم قوي للجسم نلاقيه سبحان الله موجود في كمية أنواع غريبة الشكل أنواع كتيرة جدا وملاش إعلاقة ببعض يعني بالبلد كده اللي ما بيحبش حاجة لازم هيلاقيه بيحب حاجة تاني فمن المصادر التانية الغنية جدا بالزنك غير اللي احنا قلناهم التوم التمر اللي هو البلح العسل لسود الأفوكادو الرمان الكيوي الجوافة السمسم المحاريات اللي هي الحاجات البحرية البطاطا الفصول يا الخضرة الأمح الكنواء الرز الشفان الحبهان اللي هو الهيل الزعتر الكمون الكراويا البقدونس الينسون الكركم الجنزبيل يعني 23 نوع هنا سيعدتهم على صابعي كده وانا بكلم غير الستة الاولانين يعني فيه 29 مادة غزائية غنية جدا بالزنك سبحانك يا رب الزنك اللي هو قلب جهاز المناع يعني اهم حاجة لجهاز المناع تمام على فكرة الزنك مش بس مهم للمناعة لكن كمان له وظائف مهمة جدا زي انه بيدخل في عمل حوالي 300 انزيم من انزيمات الجسم المختلفة ومهم جدا لعملية الميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي اللي هو لما بناكل بيحصل على عملية التمثيل الغذائي مهم كمان لصحة الجلد والأخشية المخاطية والتقام الجروح فيتامين ألف اللي هو إيه وفيتامين دال اللي هو دي يعني فيتامين إي وفيتامين دي بيزودوا امتصاص الجسم للزنك بس بيقل امتصاصه بقى يعني ممكن انت تبقى بتاكل أو بتأكلوا ولادكو الحاجات المهمة دي اللي فيها زنكة هو بس يضيع أثرها بسبب حاجات تانية يعني نقوم لما ناخد احنا الحاجات التانية دي أو ناكلها أو نشربها يتمنع أو يقل قوي امتصاص الزنك ايه أشهر الحاجات اللي تقلل امتصاص الزنك في الجسم الشاي والقهوة وبعض مدرات البول وبعض العلاجات الهرمونية وإذا الحديد زاد في الجسم عن المعدل الطبيعي يا الله شفتوا بقى مش الحديد مهمة قوي وهنعرف بعد شوية انه له علاقة كمان بالمناعة بس إذا زاد عن المعدل الطبيعي عشان كده ايه حضراتكم بتاكلوا حاجات فيها حديد يبقى كويس قوي ما نعودش نقول لي بقى اخد دواء بقى حديد واخده كل يوم ليه احنا لازم نمشي بناء على التحاليل بتاعتنا لو عند حداك نقص حديد بتاخد بتاخد الاول العلاج الغذائي وبعد كده بتزود العلاج الدوائي والدكتور هو المسؤول عن الحكاية دي كلها والله هعدد لك الخريطة دي خريطة الطريق دي إنما ما تاخدش ده من نفسك ما تقولش حديد ما هو مش هيخصر لا اهو بيخصره يعني غير انه بيعمل امساك وغير انه عيبق على الجسم اهو ممكن يمنع امتصاص حاجة مهمة جدا الجسم بيحتاجها وهو الزنك فهمتوا بقى انه كل حاجة لازم بالعلم وبالمعرفة طيب تاني العناصر الغذائية المهمة لتنشيط جهاز المناعة هو عنصر بنسميه البيتا كاروتين واللي بيتحول في جسمنا يعني لما بنكله بيتحول في جسمنا الى فيتامين ايه خلاص وغير اهمية البيتا كاروتين للمناعة فهو مهم جدا جدا للجلد والاخشية المخاطية والصحة العيون البيتا كاروتين موجود في الجزر والبطاطا الحلوة والخضروات الورقية الداكنة زي اللفت والسبانخ والخص الكنتالوب الشمام القرع الفلفل الاحمر والاصفر والاخدر المشمش البسلة البروكلي البقدونس الكزبرة البردقوش تالت العناصر هو فيتامين الف او ايه وغير اهميته للمناعة فهو مهم جدا برضو للقلب والكلة والرئتين والبشرة والصحة الجنسية موجود في كل الحاجات اللي فاتت اللي قلناها في البيتا كاروتين نضيف عليهم بقى اللحوم والاسماك ومنتجات الالبان الزينك وفيتامين دي يساعدوا الجسم على امتصاص فيتامين ايه لكن اللي يمنع امتصاصه الكحوليات وبعض المضادات الحيوية وبعض انظمة خفض الوزن اللي يديت قليلة الدهون ما ينفعش تبقى ايه الدهون قليلة قوي يتمنع على طول امتصاص فيتامين ايه من الجسم اشتركوا في القناة